من منطلق المرأة مكانها المطبخ أنا قررت اليوم أكون الشيف اللي راح أطبخ لكم مادة السادس بأسلوب كلش حلو أو مبسط أما هذا النسبة لملكها فمستحيل راح تنسوها منهج السادس سهل مثل تحضير أكل طيبة بس شلون خلونا أوضحكم كل درس هو مكون من مكونات هاي الطبخة مثلا التمن التمن لازم ينطبخ على نار هذا كلش ولازم نعرف بالضبطش قد مقاديرة جبت العيد وهنا تأتي البهارات اللي تنطي طعم ونكهة للجملة القواعد مثل الزيت لازم نخليه بكثرة حتى ما ينزق شي والقصص تحتاج نار هادئة وصبر مثل الدجاج لما يستوي ويتشرب بالنكهة وأنا هنا راح أكون الشيف اللي راح أتبخ لكم المادة الطريقة ما راح تنسوها أبدا استعدوا لأن طبخنا التعليمية راح تبقي قريبا وبطريقة ما تنوصف من مطبخ قصة هند اللي يخرج أجيال وراح يخرج أجيال بعد تابعوني في سلسلة هند والمطبخ منهج السادس بس على طريقتنا الجديدة خلونا نتعلم سواء ونطبخ النجاح سوية والله يعني بالفيديو طلع طباخة ماهر أو ساني تشذب تربعة يا جماعة والله لا أعرف أطبخه لا أبل حتى الدجولة حمد يقطع لي مرحبا مرحبا قبل لا أبلش بيونت وان وأشرح شنو أول موضوع والتفاصيل كاملة أحب أقول لكم أنه إحنا عدنا بالكتاب مثل ما نعرف ثمان يونتات هاي الثمان يونتات نطلع من عندها اليونت الرابع واليونت الثامنة اللي هي عبارة عن مراجعة مركزة أو مراجعة اليونتات السابقة إذن كم يونت فعلي عدنا عدنا ست يونتات فقط هاي اليونتات طبعا اليونت الأول والثاني راح تحسون أن الموضوع سهل وأنتو ما أخذيه قبل وهي فعلا أغلب مواضيع اليونت الأول واليونت الثاني إحنا ما أخذيها قبل بالسادل عفو بالخامس أو بالرابع زيان يعني الطالب من أبلش أشرح مواضيع اليونت الأول أو الثاني راح يحس أنه هو ما أخذها وهذا الشي طبيعي لأن أنت أصلا فعلا ما أخذها وده نهد المواضيع إلى أن نوصل اليونت الثاني بالتحديد موضوع الكوزة الفيرب الأفعال السببية نانا راح تحس روحك لا فعلا دخلت بمرحلة السادس الإعدادي خلوني أول شي أجي أمطيكم مقدمة على اليونت الأول نبدأين اليونت الأول بفعليا ثمان مواضيع أنا أقول تسع على الأمان لأن أحسب موضوع الإملاء وياهم فأقول تسع مواضيع يعني تم شرحها من غير القطع والأمور الأخرى إذن تسع مواضيع كلش سهلة وكلش بسيطة وأعتقد محاضراتها ما راح تتجاوز النص ساعة وأكون الأمانة راح تكون مرائنة محاضرة كلها ربع ساعة لا تتفاجئون من هذا الموضوع وأني ما أحب أدمج محاضرتين يعني محاضرة واحدة حتى لو كان الربع ساعة تسوكي هي وتمارينها ووزارياتها لكن النظام راح أسويه كالتالي راح أول شيء آني أشرح الموضوع تمام شرح تام راح يكونه بمحاضرة ومحاضرة ثانية راح يتم شرح تمارين ووزاريات الموضوع معناها كل موضوع راح تكون عليه حلقتين كل موضوع لا مو كل موضوع لأن انت عندك موضوع هي أصلا كلش صغيرة يعني شرحها كلش قليل فراح أدمج بيها الوزاريات والتمارين بس حلقتي الأولى لليوم لا موضوع شرحه شوية طويل لذلك ما راح أخلي تمارين ووزاريات بنفس الحلقة راح تكون في حلقة أخرى تمام تمام كم قطعة بليونة الأول عندي انت عندك قطعة سين بليونة الأول عندك قطعة زيت طارق والقطعة الثانية عندك مصطفى أحمد وللأمانة قطعة مصطفى أحمد تعتبر من أهم قطع السادس الإعدازي يعني ماكو سنة إذا ما تشوف بيها مصطفى أحمد عليه ولو سؤال واحد هذا مو معنى أنه أنا دا أقول لك زيت طارق مو مهمة لكن أنا دا أقول لك أنه مصطفى أحمد جدا 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 مهمة أهم من زيت طارق خلكم صريحة يعني إياكم أي أهم من زيت طارق لأن انت راح تشوف القصة يعني راح أقراها وراح تشوف طريقتي بالشرح لها وراح تعرف أنت already on شن الأشياء أو البوينتات اللي راح أركز عليها بالنسبة للإسقاطات شنو هي الإسقاطات هي عبارة عن vocabulary عبارة عن مجموعة من الكلمات أوكي لازل أنت تعرف معانيها وأيضا نضم الإسقاطات الإملاء اللي هي أنت عندك بالنورة الأول joint of arm, joint of leg, outside body, inside body هاي كلها تصنف تحت إشعار الإسقاطات بس إذا نجي على معناها الحقيقي والفكابولاري مرادفات, كلمات, معاكسات, إملاء هاي كلها تعتبر إسقاطات زين بحلقته اليوم اللي هي أول حلقة أنا راح أجي أشرح بيها أدوات الربط أدوات الربط شنو يعني أدوات الربط؟ من أسمها تربط جملتين تربط زمنيا إذن أنا لازم أعرص شنو هاي الأدوات تعالوا إياي إذن موضوعي لليوم اللي هو الأول أدوات الربط أدوات الربط أنا كم أدات عندي؟ أنا عندي أربع أدوات أنا بالعادة صراحة أسمي كل اثنين خوات ليش؟ يعني أنا عندي الوين والآند خوات الوين والآند أعتبرهم خوات ليش؟ لأن نفس الشغل يعني اللي يجي وراء الوين والآند هو الباست سمبل زين اللي يجي قبلهم باست كون تينيواص الكنتينيواص اللي هو ماضي مستمر أما الباست سمبل أما الباست سمبل ماضي بسيط إذن أعيد أنا عندي وين وعندي آند عندي وين وعندي آند الوين والآند أدوات ربط تربط بين اللي بعدها باست سمبل اللي قبلها باست كونتينيواص أنا دائما أقول للطلاب ركزوا على اللي يجي بعد الأدات لأن هي أصلا أنت ما عندك بس زمنيا أوكي أنت عندك بس زمنيا فأني هاي الزمنيا أحفظ شنو اللي يجي بعدها حتى أعرف يعني هو ماكو غيرهم إذا أجي وراها باست سمبل فأكيد قبلها الكونتينيواص عرفت شون فأني أجي أقول هذا الباست العفو الوين والآند شي يجي وراها ماضي بسيط إذن أكيد القبلها شراح يكون كونتينيواص تمام تمام سؤال لو فرضنا أجي الآن قرأت الجملة لقيت الوين جاي ببداية الجملة ما جاي بالوسط حسنا هذا حجي كله إذا أجدت الوين والآند بالوسط فاللي وراها يكون سمبل اللي قبلها يكون كونتينيواص زيان إذا أجدت الوين أول ما أقرأ الجملة وقال لي وين شراح أسوي اللي وراها نهائيا ما يتغير اللي وراها نهائيا شبي ما يتغير يعني الوراها يبقى باس سمبل لعتت أنا من جاي تي قلت هي رحصر جملتين يعني الوين بالبداية بعدين جملة وجملة ثانية أنا يعني تخيرها لا ماكو شراح أسوي هذا يبقى باس سمبل اللي بعد هنا يتحول باس سمبل كونتينيواص معناها إذا أجدتي الأدات في بداية الجملة في بداية الجملة وهذا كل يتماكو راح يبقى ثابت الباس سمبل واللي بعدش يصير كونتينيواص واضح؟ واضح إذن قبل لا أنتقل للغروب الثاني خلونا نراجع الوين والآند شي يجي وراها باس سمبل شي يجي قبلها كونتينيواص شي يجي وراها باس سمبل شي يجي قبلها باس كونتينيواص وملاحظة أنا لحدها سمحت شايت ما قلت السمبل شي يقول والكونتينيواص شي يقول هاي بعد هسا خلأ أحفظ أدوات الربط شنو بعدها وشنو وراها بعدين أدخل بالتفاصيل زين لغروب الثاني هم ثنين دخوات اللي هم الوايل والآز وركز لي كلش على الآز هواية منعتكم من يجي يقرأ الأسئلة الوزارية ما يشوف الآز ترى الآز صغيرة يعني حتى بنت نحط بالوزارة هي شو صغيرونة فالطالب يجي يقرأ بسرعة ما يعرف ها ها ياما وضوع انتبه أبويا وطبعا دوات الربط دائما التايتل ما لاتها كوريكت بس صحح يعني أنت حير بيها شوف شعندك وين والآز شوف انت شنو اللي ناقصك بالجملة حتى تعرف هو ما لا علاقة مو يجي يقول لك والله هذا الموضوع ترى دوات الربط وتعال شوف شي جواب شنو يجي قبلها كل شي ما يقول لك انت يعني معناها الآز لازم أصفن اي تصفن بالجملة حتى تعرف شنو عندك يعني الأمانة الوين والوايل هي مبينة بس انت عندك الاند والآز شوية بها خلل لأنه صغيرونات ومن بينات فلازم تركز بالجملة حتى تعرف وين أداة الرابط زين الوايل والآز انت قتل اثنياتهم خوات صح صح شنو يجي بعدهم past continuous ماضي مستمر واللي قبلهم اش راح يكون past simple ماضي بسيط إذن اللي وراهم past continuous واللي قبلهم past simple أصلاً على الفض while as continuous while as continuous while as قبل هي simple والبعد هي continuous إنت إذا حفظت الوراها صدقني قبلها يكون كلش سهل لأن هي بس زمنيا low past simple low past continuous إذا الوراها كان simple أكيد القبلها ش راح يكون continuous وإذا الوراها continuous أكيد القبلها ش راح يكون أكيد simple فعرفت شون إذن أنا عندي أربع أدوات ربط أنا قبل أروح على المرحلة اللي وراها أنا أريد أنت تحفظ تحفظ أنه الwhen والand وراها simple قبلها continuous while as وراها continuous قبلها simple أعيد when and وراها simple قبلها continuous while as بعدها continuous وقبلها simple لو فرض ما وره وواية متكررة وزاريا أنه while تجي في بداية الجملة يعني هذا كل ما أكو يعني تخيل هسا هذي أمسح لك إياه لحش إذا هذا كل ما أكو وإجي أقل لك بداية الجملة while أتمنى نعرف حافظيها while as continuous while as continuous زي نستلعد الجملة اللي تجي simple عرفني إذا جدت بالبداية الوراها يبقى ثابت continuous والوراها يصير simple نفس الحالة بالwhen الوراها يبقى ثابت simple واللي بعدها شي تحول continuous إذن كمعدات ربط عندي أربعة الwhen والآن خوات while والآس خوات الwhen والآن اللي يجي وراها sample اللي قبلها continuous while as اللي بعدها continuous واللي قبلها sample زي أنا حفظت إدوات الربط عرفت شنو إدوات الربط اللي تجيني ستة عارف يفهميني يعني شنو sample وشنو يعني continuous هذا كله راح نعرفه هس هس راح عجي أنا على شنو على past sample قبل ما أبلج أشرح past simple أريدك تعرف شغلات أنه past simple يعتبر من أهم الأزمنة الموجودة بالكتاب بالكتاب كله بالكتاب كله past simple اللي هو معناه الماضي البسيط يعتبر من أهم الأزمنة اللي بالكتاب اللي تستمر وياك من اليونة الأول إلى اليونة الأخير معناه إذا افتهمت هس أنت راح يضيع عليك هوايا شغلات فركز وياي خليني نفتهمها سوية من اسمه past simple معناها ماضي معناها ماضي شنوه ماضي بسيط خطي بالعربي شوية معوق ما يخالف تحملوني زين معناها الماضي البسيط من أقول لك بسيط خلي ببالك قول هل قد ما هو بسيط إذن هو يتكون من فاعل زائد فعل هل قد ما هو بسيط يتكون من فاعل زائد فعل subject زائد verb ستشنوه subject he she it they أوكي we you I هاي كل هيسموها أفعال he she it we they you I كلها تاخذ فعل زين هذا الفعل شبيه الفرب لأنه انت تقولين ماضي فالفعل أكيد راح يكون ماضي ed verb with ed يعني فعل ماضي إذن القاعدة ما للماضي البسيطة تقول فاعل زائد فعل ماضي فاعل زائد فعل ماضي subject زائد verb with ed فاعل زائد فعل ماضي ما بأي أفعال مساعدة الشي اللي يميز past simple هل قد ما هو سهل يتكون من فاعل وفعل فقط لا توجد أي أفعال مساعدة لا is لا am لا are لا was لا where ابدا مجرد الفاعل ويا شنو ويا الفعل والتي لأننا احنا اوكي اوكي زين راح اجأني هذا subject وضحت لكم يا هي she they we u i راح اكتب تقسم هسا اجي دور الفعل جناني شرحيني اوكي راح اشرحك تقسم الأفعال الماضية إلى قسمين تقسم الأفعال الماضية إلى كم قسم قسمين الأول يسمى regular قياسي احنا نقول عليه عادي فقط اضيف ل ed قياسي عادي بس احط ل ed زين ست شنو هاي الافعال القياسية العادية هسا تعالوا ايا هنا انا انا اش كاتبت لك بالمنزمة كاتبت لك subject اللي هو الفاعل ال past verb اللي هو فعل ماضي جوية لنسبة للأفعال شنو هي الأفعال عندك i we you they he she it كل تهي إلى ما لا نهاية الأفعال الماضية تقسم إلى كم قسم قلت لكم قاني قسميا القسم الأول اللي هو regular اللي معنى عادي اللي هو فقط أضيف للفعل ed من أكثر الأفعال اللي مكررة بالوزاري أنا أنا خليت لك ياها بهذا ال board طبعا الأفعال بدون مناقشة لازم تنحفظ زين أجي على أول فعل أنا عند الفعل play شي يصير بالماضي شأضيف له فقط أضيف ل ed يعني play played زين work worked زين visit visited visit visited داتلاحظوا يعي play played work worked visit visited decide هي نهايتها e أنا فقط أضيف لدي what's the meaning of decide قرره عفو يقرر قرره زين إذا أنا skate يتزلج watch watched ed داتلاحظوا أنا إجداء أساوي فقط ضاريف للفعل ed زين إذا clean cleaned carry carried يحمل carried حمل slip slipped نزحلك أو إحنا نقول زلك زين look looked look looked زين camp camp أيضا إش خليت له ed داتلاحظون بجموعة الأفعال اللي عندي play أعيد play played worked worked visit visited زاره يعمل عمله يلعب لعبه decide يقرر decided قرره skate يتزلج skated تزلج watch watched شاهد 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 عندنا درس عالم مونجليزي زين إذا عندي clean cleaned شو ضفت لها بس إيدي زين carry carried slip slipped زين إذا عندي look locked إذا عندي camp camp تلاحظون أنا فقط أضيف E وياها D تمام تمام قبل لا أجي على الأفعال أو القسم الثاني خلي أجي أكتب لك هنا الثاني واني عندي نوع ثاني اللي هو l-ir-reg-you-lar l-غير غير قياسي اللي إحنا نسميه shaz أنا شو كتبتك هنا أنا كتبت لك النوع الثاني الشاذ اللي هو l-ir-reg-you-lar اللي هو المقياسي زين من أجي على الأفعال المقياسية come came come came write wrote land land sleep slept تلاحظ أنا شو ده أعطيك طبعا هاي الأفعال اللي أنا أعطيتها خصوصا هاي المجموعة من الأفعال l-ir-reg-you-lar هي من أكثر الأفعال المكررة بالوزاري ومن أكثر الأفعال اللي تيجي خصوصا ويا هذا الموضوع فركز وياي كل جديد أنا ما راح أعطيك mute فعل ونقول لك روح حفظها أكيد راح أعرفتها ما راح تحفظها لذلك أنا اختصرتها بتقريبا 35 أو أقل هيش فعل بالبداية حتى شنو بالتدريج نحفظها سوية فإذا قلت لك come شو تصير came فقط الأي تغير write wrote land sleep slept أعيد come came come came اللي تغير الأو صارت أي شنو كام نحن نعرف يأتي came أتى زيان write يكتب wrote كتب land اللي هي يستعير أو يضطي land يصير بالT انتبوه هي عندي آني ثلاثة أفعال كلهم جوماعة التي أسميهم الماضي مالتهم دي وبالماضي يصيرون T فالطالب هنا لا يتخربط يعني يقول ها land نهاية هدي فهاي ماضي لا هاي مضارع انت عندك land land sleep slept where were شنو where يرتدي أو يلبس زيان find found find found spell 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 لمن يشرب ما يرتشف شوية يسمو spell spelt leave left leave يرحل أو يذهب left ذهب أو رحل إذن هاي المجموعة الأولى من الأفعال قلنا come came right wrote land sleep slept where were find found spell spelt leave left اللي أريد من عندك هسه أقبالك ورقة وقلم تكتب لي هاي الأفعال مرة مرتين ثلاثة إلى أن تحفظها تريد توقف الشاشة على كيفك تحفظ هاي تبقى يمك في مميزات الموضوع أنه أنت تدرس على اليوتيوب أنه تقدر بكيفك توقفني شو وقت ما تريد وتخليني أحتي شو وقت ما تريد فأنت توقفني يا عزيزي وأحفظ الأفعال أو أكتبها يمك وأرجع مرة ثانية يكمل البارت الثاني اللي هو البارت الثاني أيضا من الأفعال نجح على البارت الثاني من الأفعال عندي أنا الهاب والهاز الماضي مالتها هاد هاب هاز هاد تيل جدا 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 مهم تيل معناها يخبر تولد أخبري هاد إذا قد ما تقدر ركز لي علي لأنه يعتبر وزاري وهوا يمتكرر إذن تيل تولد هاب هاز هاد رينج رينج يدق أنا حكيت لكم يدق بالفصحة يدق لما تيلفونك يدق رينج شو يصير بالماضي رانج معناه شنو يتغير بس الآية صير أي جدا 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 مهم أهم حتى من حياتك هذا الفعل لو تشوفوا شقد متكرر ريونة الثاني خصوصا والأول أيضا take talk رح أكتب هنا تصرف الثالث الفعل لأهميته taken للأمانة نحن نتصرف الأفعال أوردي رح ناخدها بعدين بس لأنه مهم كلش فأنا كتبته take talk taken من أهم الأفعال الاثنين هي tell tall take talk هاي خليها ببالك هنا أيضا fall يسقط fall سقط لما نواحد يوقع أو أي شي fall فل والأمانة هذا الفعل مهم كلش باليونة الثاني feel لا أهنان يشعر I feel hot I feel cold I feel happy أنا أشعر إذن with double e يشعر felt شعره زين get got sell sold يبيع شو صير باع مو زين آآآآآآه يا جماعة أنا راح أنتحر شو صعد هس هنا رسصعد زين بعد ما رح علينا وضع الصابورة فنرجع لكم مرة ثانية نجي على pay معناها يدفع شوفوا اهم الافعال اللي راح تحتاجوها للأمان يعني اهم الافعال انا قلت تعتبر اهم الافعال ما الاول من الكتاب بس هو تشذب اهم افعال ما الكتاب كله اللي دائما متكرره ست بس احفظ هاي وعوف البقية لا انا ما قلت لك عوف انا قلت لك رحانطيك بعد افعال لكن شايف هاي الرئيسية اللي دائما متتكرره بكل المواضيع هي هاي زيان pay شنو معناها يدفع طبعا pay من اهم ايضا الافعال اللي تجيين لبعدين راح ناخدها باليولد السادس والسابع وراح تلاحظوا هاي بالوزارة قال لك play صارت played اذا pay paid يعني انا ما احلي ايدي دير بالك ابوية pay paid pay ال y تقلب الى i و d ما احط ايدي اكو هاي من عندكم يقول بو يحط ايدي منا تخلي ايدي غلط يعتبر اذا pay paid speak شنو speak يتكلم شو صير spoke تكلمه break يكسر broke انكسر ماضي see يرى saw صارت رأى think يفكر مهم think يفكر thoughts think thoughts think thoughts هاي الغلطون بالكات هي نفسها cut cut مضارع cut ماضي cut وين بالماضي اذا راح ارجع على اللستة الاولى ما راح اطب باللستة الثانية انا اوكي راح ابقى بالأولى حتى نعيدها انا اياكم يلا هاب هاز هاد هاب هاز هاد هاب هاز هاد تمام الهنانة زين tail told قلنا عليه مهم tail told tail told ring wrong ring wrong take talk take talk اذا fall بالأي 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 معناها يس قط يس قط يس قط لا تقول لي لا تقول لي هذا معناها يشعر هاي واحد وانا اتقصيت حطيت واحد جوة ثانية حتى تعرفون الفرق بيناتكم ف اي دبل ال معناها يسقط بالماضي صير بس اغير الاي اسوي fall اذا feel طبعا حتى انبهكم على شغله الفعل feel مو كلش مهم هذا اهم هذا اهم يعني جايب الوزاري اكثر feel اشعر صير felt شعره get got sell sold pay paid pay paid speak spoke break broke see saw think thought think thought think thought cut 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 يقطع قطعه نفسه بالماضي وبالمضارع زين انتقل لللاين الثاني او المجموعة الثانية من الافعال خمان هواية ترى قليلة سهلة حتى اصلا يعني انا ما حاسمعكم تقول ايه هواية راح اكمل ترى زين bite يعظ ها راح ناخدها اوين بزي الطارق bite bit bite bit يعظ عظة began 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 معناها b 부د په r بدأ here هان تذكرون اعني تتكلمين عندك lint يعني انت عندك aosta لاند اخدها لاند ضالي الافعال شبيهم كلهم من تهم بالدي ضالي من تجي تسويهم ماضي انت شا سوي تحط لهم تي فخليها ببالك يعني لاند وسند والاخير جوا ما بدي رحكي تبهنانا وسباند ضالي ثلاثتهم خوات لاند سند سباند شبيهم خوات من احولهم ماضي كلهم يصرون تي لاند لاند سباند سباند وسند سينت يعني بدل الدي يصر تي ضالي مقلوبين يقولي ضالي عكس الدنيا ضالي هما المضارع مالتهم بدي والماضي مالتهم بي تي خليهم ببالك ضالي شبيهم عكس الدنيا ثلاثت خوات العالم ماشي هيج وما ماشيين هيج ثلاثت خوات منهما سيند سباند وسينت لا ليند سوري ليند اي خطوهم الثالثة مكروه زيان دولي شي يصيرون بس احط لهم تي واضح؟ واضح اجي باي يشتري بوت هذا جاي مو شاي جاي وزاري شبيه جاي وزاري يعني يركز عليه ست ست برينج بروت جلبه يجلب طبعا ست يجلس جلسه برينج يجلب يعني يجيب جاب بروت ترى اكو شبه بين البايت والبوت تلاحظون انه مجرد هنا بي او يو جي اش تي طبعا هوا يغلطون بالباي شوية رجعت لان بقى بالي اما حس ما حفظتو باي بوت بي او يو جي اش تي بي او جي اش تي بي او جي اش تي بي او جي اش تي ست ست هذا مهم بس الاي يتغير اي نعنا برينج بروت نفس الحالة بس اكو اضافة حرف واحد اللي هو الار يعني بي او او جي اش تي بي او او جي اش تي اذا باي بوت ولا برينج بروت دو ديد هذا كلش مهم ران بس بالاي درايف دروف درايف دروف شايفين بالانستغرام من واحد تكرهو شو سوله مو سوله هايد تقول والله انا مادر اصلا ناطقتها هايد من الستوري ماتتي مو صحي عدكم هايد اللي هي يخفي يصير هيد هوايه من عدكم الفعل هايد يجي عدم سو يروحه يعروف وكذا اجا وحط لدي ايدي يعني هو مو هايد اجا وحط لدي ايدي هذا الماضي ما الهايد يصير هايدة لا عندك الهايد نهايته اي شي صير بس هيد تشيل ال اي شوان البايت بايت بت بس تشيل ال اي نفس الشغلة اتنانه زين اذا اميك ميد اذا فلاي فلو اذا كاتش كات طمعا نعتكم فشوان تبهوا عليها الفلاي سنة من السنوات هي اصلا بالوزارة جابها غلط يعني اكتبها غلط وريدوا الطلاب يصححوها فاذكروا بسنتها انه قالوا اللي كاتبها صح اللي كاتبها غلط كلها تنحسب غلط لانه غلط انه وزارة هم اتنا وحطين الفعل فلاي غلط بالمضارع ما ذي ما اذكر شوان كاتبي بس يمكن كاتبين فل او يو انه وصلا ماكوش فعل فقالوا يلا يابا شوان كاتبين انتوا صح فانتبهوا علي فلاي فلو فلاي يطير فلو طارة اذا البارت الثاني راح اقرأه بصورة سريعة عدكم بايت بيت بيقان بيقين بيقان سين سين باي بوت ست سات برينج برو دو دد ران ران بالاي درايف هايد هيد ميك ميد فلاي فلو وكوت كاتش كوت انا اوكي اوكي انا كملت لنا كل الافعال بس بقد اكوش اغلة تحز بقلبي اردكتبها يعني ما كهبة هوية الافعال انا اللي هو الفعل نوك راح اكيد به نانه هو يعتبر من هاي المجموعة الاولى الامانه اللي هي هاي المجموعة انا اذكر مكتوب بس يمكن بالطبعه شايلي اللي هو الفعل نوك بالماضي يصير يطرق طاقة يعني يدق الباب هاي الدقة نوك نوكت نوك نوكت وهي الافعال الريجولار زين هسه انا فهمت اذا الماضي البسيط سبجكت زائد فرب وذ ايدي سبجكت زائد فرب وذ ايدي السبجكت افتهمنا كل انواعهم مفرد جمع كلهم ياخدوهم فعل ماضي الفعل الماضي يقسمتي لي ياه الى قسمين قلتي لي الريجولار قلتي لي الريجولار اللي اريد من عندك الافعال اللي هسه حكيتها اريد من عندك تكتبها طبعا انا اريدي بقناته بالتليجرام راح انا نزلك كل حلقة بيدي افمالتها بالتليجرام حتى انت شو تسوي تقرأ عليها مرة ثانية تمام لهنانة؟ تمام هزا خلي نكمل الباست سمبل شي يقول شي يحكي شنو القاعدة ماتتي زيان شاني طلع صبورة مرة ثانية حتى اشرا نحنا قلنا انو الباست سمبل سبجكت زائد verb وقسمنا الافعال الماضية وعرفنا شنو يعني الفاعل نضيني جملة راح اقول لك شي ايت طبعا الفعل ايت الماضي مالتها ايت شي ايت خلد and a lot of chocolate ان بين الجملة بحيت كلها ماضي عندك فاعل فعل شبي ماضي وهي اعتبر irregular الـ each صارت 8 لان انا اوكي زين انا انا جاءت لك يا بي انا اريد هذا الموضوع عدتي شو راح انفيل اياه معناها انا محتاج الى negative ماضي اريد انفيل ماضي البسيط راح اكتبك القاعدة انا اش قلت لك قلت لك القاعدة تتكون من subject to adverb مو؟ انا ما عندي هنا لبن نص لا is لا was لا where ما عندي افعال مساعدة وخليها قاعدة ببالك الافعال المساعدة هي اللي ساعدني انفي واسأل بالجملة زين انا اذا ما عندي فعل المساعد شلون خلي ببالك انه كل جماعة الـ present simple والpast simple ما بهم افعال مساعدة انت من يمك تجيب الفعل المساعد شنو الفعل المساعد اللي اجيبه بالماضي البسيط اللي هو راح يكون الدد يعني subject زائد didn't زائد فعل مجرد صدقني اذا انفيتلي الجملة بالdidn't وما خليتلي الفعل بعد الدد مجرد كلها راح حسب لك ياها غلط د Bil刘 يعني لازم تخلي هذا الشيط قاعدة بالمالة وابداً متنسى انفي بالماضي بالdid يد ورا فعل مجرد انفي بالماضي بالدد واللي body يكون فعل مجرد انفي بالماضي بالدد ويد واللي body يكون جميل فعل مجرد هسة هاي الجملة اردن فيها راح اقول أرجع الـ eat الأصلة ما أقول 8 ما أقول 8 شكالت إذن الدد للنفي في زمن الماضي البسيط الدد للنفي في زمن الماضي البسيط الدد للنفي في زمن الماضي البسيط إذا أريدت أسوي question وحتى أكون صريحة بياكم أنا اليوم مراح أحكي شيء من يمي مستحيل يريد من عندك حالة سؤال بدوات الرابط فقط يريد تنفيه ويتعرف القاعدة هذا اللي يريده عرفتش شون؟ بس أنا هسا من أجي أقول لك يا بي أريد سؤال لأنني شرح الموضوع شرحته فانطيني بحالة question شو راح تقول لي؟ راح تقول question نقدم الفعل المساعد على الفاعل الفعل المساعد ماتي من هو دد على يمين على الفاعل يعني راح أقول did she eat a lot of chocolate عاونت تفهم بالنهاية شويت هنا أنا آني did she eat chocolate did she eat chocolate قدمت الفعل المساعدة دد على الفاعل ستحتى بالسؤال لكون الفعل مجرد نعم في حالة السؤال شوف القاعدة اللي راح أكتب لك ياها في حالة في حالة في حالة في حالة السؤال أو النفي بعد بعد did يكون الفعل مجرد يكون الفعل مجرد آخر شغلة راح أمطيها آخر شغلة بعد ما أراجع الموضوع شنو الشغلات اللي من ألقاها مباشرة أعرف هذا ماضي إذا لقيت yesterday yesterday إذا لقيت ago وإذا لقيت yesterday ago والlast last night last day last month بس ألقاها معناها أنا إذا أحتي ماضي yesterday ago last month last year last night أي أن كان هذا يعتبر ماضي زيان أنا إذا كملت الماضي إذا أرد أجأ أسئلك يابا شتقول القاعدة مال ماضي حتى أعرف أنه أنت وياي أوكي راح أجأ أسئلك السؤال الأول القاعدة شتقول subject زائد verb with ed زيان شن أن في subject زائد did صير did لازم بعدها فعل مجرد زيان إذا أرد أسئل نقدم did على الفاعل وبعدها الفعل يبقى مجرد ونخلي علامة استفهم زيان شنو الأشياء اللي آني من خلالها أعرف أنه هذا الفعل ماضي sit إذا لقينا yesterday اللي هي البرحة إذا لقينا last وإذا لقينا ago معناها ماضى وlast الفائت هذا كل أريد أمنعتكم أريد تحفظ قاعدة شلون أن في شلون أسئل شلو الظروف وخلص هذا اللي أريده من عندك بالماضي البسيط بس بس هذا اللي أريده من عندك بالماضي البسيط زيان هسا أنا وراح أنتقل لأعد أنا خلصت هسا الباست سنبول افتهي من subject زائد برب بذيدي هسا هسا هنتقل لل past continuous اللي أنا برأيي أسهل بهواية بهواية وهواية من البسيط ليش لأن الأفعال المساعدة مالتا موجودة فأنتا مدخل وطب هاي الحالة زيان شلو يقول ال-continuals ما عليه الباست كان ماضي مستمر بس أقول لك مستمر خليلي ing تبقى ببالك من أقول مستمر ing مستمر ing بس وين بالماضي إذن أنا منو عندي الفاعل القاعدة تقول فاعل زائد إذا مفرد واز إذا جمع where والفعل شضيف له ing زين أغلب الطلاب يغلطون بشغلة ما يعرفون منو ياخذ واز ومنو ياخذ where أنا أنا راح أقول لك إذا كان عندي he she it was they we you were زين سيت شنو الفيلم لأي شو ما كتب تيه لحظة he she it was مفرد they we you were جمع هواية من عدكم يضلط بالآي هواية ساعة يحط لي I where ساعة يحط لي I was اللي أريدك تعرفه الآي تصنف ويا جماعة المفرد تاخذ I was بحالة وحدة بعدين نحكي بيها تاخذ where يعني سحايا أمشي كل واز أمشي كل واز حالة وحدة بيوت الثالث راح ناخده وراحش راح لكم إياها بالتفصيل فأبد شيل من بالك حاليا I were I was he was she was they were we were you were هنا تمام تمام دولي كلهم مش ياخدون كل ليتهم verb with I and G أوكي أوكي زي أستي آني بنأريد أنفي بالماضي المستمر شلون أنفي أنت مو مثل البسيطة حير ليش ما أحير لأن أنا عندي هنا أفعال مساعدة وأني سبق وقلت لك من الأفعال المساعدة تنفي وتسأل تنفي وتسأل يعني معناها 6 negative شو تقول المات القاعدة تقول كالتالي negative اللي هو النفي راح أنزل السبجيكت الواز صير واز انت والوير صير وير انت وفعل ب ing بس هيش بس إذا أرد أسوي question 6 أوكي إذا تريد أسوي question تقدم تقدم الواز تقدم الوير على يمين على الفاعل وتخلي لي there be ing وما تنسى question mark ست يعني معناها أنا ما أشيل ing بالسؤال وبالنفي أبد أبد الجملة يعني الحلو بالcontinue والسهل اللي بي أنه أنت كل شيء ما تسوي لا تشيل ing ولا تغير من الفعل يبقى نفس ما هو مجرد الواز الصير واز انت الوير الصير وير انت بالنفي وبالسؤال تتقدم الوير والواز على subject هذا كل ما بالموضوع فقط فقط أسهل من الcontinue صدقوني ماكو آخذ جملة راح أجي أقول لك I was eating chocolate ست في الواز I wasn't eating eating chocolate سوي ليها كذا أقدم وآخر بس بس قبل لأ أروح الرباط السالفة ما التي شنو الرباط السالفة هي دعوت الربط أنا لجل الاخر simple شي قول الcontinuous شي قول حتى أجي على رباط السالفة شلون راح أربط جمولتين بالcontinuous وبالsimple بس قبل قبل أنا أريد أنبه على شغلة كلش مهمة اللي هي إضافة الing شنو الشي أريد أنبهكم عليه بس مجرد مراجعة سريعة على الcontinuous أنا عندي الافيرماتف أنه عندي سبجكت واز وير فيرب ب ing منو ياخذ واز هي شي ات اي وير ذي وي يو بحالة النغتف فاعل واز انت وير انت وفعل يبقى ب ing مثل ما قلت لكم ونالنفس الحالة بالكوستشن أقدم الواز وير على السبجكت مثل ما موضح يمكم طبعا بس للتذكير انه الدورة الالكترونية بعدها مفتوحة في ابواب اوكي تقدرون تراسلوني انا او المعرفة اللي موجودة هنا اللي راح نزل اللي هو ابواب 24 اذا تريدون تحجزون من عنده او انا الدورة الالكترونية ما زالت موجودة وايضا موجودة دولة دورة الالكترونية مجانية اللي على يوتيوب انتوا براحتكم تمام شنو الشي اللي تريدين نضيفي ستقبل ما تروحين الرباطة السالفة اريد اننبهكم على شغلة معينة فقط اللي هي اضافة ال-ing يعني اذا لاحظوا هؤل طلاب صراحة ما زالوا لحدها السماء على الاسف يعني شديد انه شاطر بس يقع باغلاد كلش بسيطة اضافة ال-ing اضافة ال-ing بيها قواعد انا اذا الفعل مالتي انتهى بال-e يحذف وش اضيف و اضيف ing يعني اجي اقول لك have تحذف ال-e تخليلي ing اقول لك take تحذف ال-e تخليلي ing هو هاي طلاب يحذفون ال-e ابوية ترى ما يصير اذا الفعل انتهى ب-e تحذف ال-e ونضع ing اثنين اذا الفعل انتهى بحرف صحيح واحد يسبقه عل واحد نضاعف الحرف الصحيح وش نضيف ing شنو الفعل sit مثلا اجي اقول لك مثلا عندك الفعل cut تلاحظ الفعل cut عندك هذا صحيح عل صحيح من تشوف هاي الحركة ما الصحيح عل صحيح الضاعف الحرف الاخير ونضيف ing اللي مكررة هو ايه هو swim نفس الحالة صحيح عل صحيح اضاعف ال-m اضيف ing اذا الزم الفعل من النهاية صحيح عل صحيح اضاعف عل تين بصحيح واحد صحيح ين بعل واحد ما اضاعف يعني مثلا مثلا اقول لك الفعل it الضاعف لبي لا لزمة من النهاية هذا صحيح لور اثنين هم عل يعني اضاعف لو لا طبعا لا فقط اضيف ing وسط الفكرة ابوي زيان عندي بعد شغلة اخيرة اذا الفعل انتهي بالحرف ie واللي نتيجه هاي مؤخرا مثل die او lie يقلب ie الى y ونضيف ing فراح اكتب الملاحظة الثالثة اذا انتهى الفعل ب ie تقلب الى y ونضع ing يعني يعني سنة مثلا هاذ راح اقول lying وهنانا dying عرفتو شي عرفتو شنو عرفتو شلون اذا اذا تنقلب لل y ونضيف لها ing للامانا انا مو مكتبة هاي الملاحظات بالملزمة لكن اضافة ing هي وكل تفاصيلها موجودة بالpart الثاني من الملزمة ويا موضوع الاملاءات والاضافات اوكي بس انا سنطيتكم الاشياء اللي تحتاجوها هسة حالا زين ست هند احشي انه رباط السالفة وين رباط السالفة يا عزائي انه انا راح ارجع على سالفة simple وال continuous رباط السالفة وين انه انا حاجيت قبل شنو هو انا حاجيت قبل وقبل شوية قلتلكم انه الوين واخدها and while واخدها as صح صح وقلنا الوين والاند وراها past simple وقبلها past continuous اما الوين as continuous كان past continuous والقبل ها past شنو simple هاي الشغل نرجع راجعها مرة مرتين الى ان نحفظ ها when واند البعض ها simple والقبل ها continuous while as وراها continuous والقبل ها simple زين خلني جي ناخذ اول جملة حتى شنو حتى بس نقدر نستوعب شنو راح يجين بالوزاري راح يجيك التالي راح يقول لك اي clean my room and and i find 30 dollars under my bed اول ما تجي بالوزاري راح تكون هاي الجملة اقراها اقراها مرة مرتين الى انه استنتج انه اكو هنان and اداة ربط اجي اصفن اقول and اخت منو اخت الوين اللي ياخذون مراهم simple وبعدهم continuous بعدهم continuous من قلت بعدهم continuous معناها لازم تكون عندي هنال القاعدة subject low was lower و verb b ing الفاعل multi i الاي شي اخذ was الفعل clean شي يصير cleaning بدون ما ضاعف لان واحد صحيح واثنين علة حلو حلو من تقول البعدها simple القاعدة تقول فاعل زائد فعل b e d يعني اصفن اقول find بالماضي شي صير found الفاين بالماضي شي صير found يعني بس اكتب found بس اكتب found فهمت شون اكد طلاب بالبداية يحل هذا وبعد نرجع على هذا اللي يعجبك انت تريد تكتب الجملة كاملة تريد تكتب بس الحل هاي تم قيمك واثنين ها صح اذا اول ما احدد اداة الربط وبعدها اثبت الامور زين خلنا ناخذ بعد واحدة ثانية مو حتى شوية يعني الامور راح احل لكم هاي شغلات وزاريات تمارين وكلها بالمحاضرة الجاية راح اصبح هاي محاضرة طويلة حتى لا تملون لكن كل محاضرة تمارينها ووزارياتها راح تكون موجودة ناخذ جملة ثانية اي اي think اي 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 think اي 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 لدي ماذا رئياتها اي I think about you and then you ring me أنا شايد أفكر بي كنت وعندك قلت علي شا عندي هنا أنا أنا أقرأ الجملة مرة مرتين إلا أنه ألقى عندي هنا عند أيضا أخت ال when اللي يجي وراهم simple وقبلهم continuous بالكونتونيوز الآي يشتاخذ was a think thin king زيان الرنغ بالماضي شا صير R A N G بدل الآي صير رنغ 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 ثلاثة والأخيرة راح أحلها لليوم يقول ال while علي بيانقوسين take a shower somebody بيانقوسين knock the door the أجي أحل هاي الجملة الآية الربط جاتني بالبداية إذا أجتني بالبداية الوراها يبقى ثابت مستمر continuous والوراها الشي صير simple تبهوا ماما إذا أجتني while بالبداية الوراها مستمر والبعث الشي راح يكون simple إذا علي راح أقول علي طبعا أنا ثلاثة نصبرة فيش سويت أبعد علي تاخذ علي هو مفرد واحد إذا أشي أخذ علي was take taking a shower somebody knock شا صير بالماضي knocked and آني إذا من عندك تحدد بالبداية إداة الربط وتقول ال while من أخدها الآز ليش من أخدها حتى يبقى بالك while الآز وراهم continuous واللي بعدهم simple ونالا لما تقول الان تحط لي آني مو الشرط انه إلا تحط الوين بس آني المبدأ ماتي حتى تتذكرهم آني انطيتك مثالين وقلت لك شلون تحل يبقى عندنا الوزاريات والتمارين كلها راح ناخذها على الحلقة الجاية أو المحاضرة الجاية بس أريدك شنو تعرف شغلة انه احنا في هاي الحلقة شرحنا أدوات الربط الباست سمبل والباست كونتونيواز وحوشينا أيضا كم تمارين عن أدوات الربط لكن بالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نحل كل تمارين الأدوات الربط وكل وزارياتها أيضا أنا أخدتم محاضرتي لليوم وقل لكم باي باي ترجمة نانسي قنقر